تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات من أكبر المخاطر التي تهدد المجتمعات وخاصة فئة الشباب فهي تؤدي إلى تفكك المجتمع وانتشار الجريمة إضافة إلى العديد من الأضرار الأخرى وتشكل المخدرات أكبر مدمر لصحة الإنسان كما تساعد على انتشار الأمراض النفسية التي تؤدي بدورها إلى ارتكاب الأشخاص المتعاطين أعمالا غير مسؤولة ومدمرة للأسرة والمجتمع بالنسبة للأضرار لهذه الآفة الخطيرة على الفئة الشابة تنقسم إلى قسمين قسم اجتماعي وقسم صحي بالنسبة للقسم الاجتماعي ممكن أن تؤدي إلى حالات سرقة حالات جرائم قتل ممكن أن تؤدي إلى لا مبالاة وقلة احترام بين أفراد المجتمع عن ما بين الجانب الصحي في هذه الآفة تفتك بالجسم فهي تفقد الإنسان ذاكرته وممكن أن تؤدي إلى أمراض في القلب وجهاز التنفس وأدى انتشار المخدرات في المنطقة إلى العديد من الأمراض الجسدية والنفسية وخاصة بين فئة الشباب بالإضافة إلى فساد الأخلاق وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع قضت على الشباب أكثرية من أمراض وما أمراض وأخلاقهم صارت تغريبا فازة وأدت إلى كثير من الجرائم بالمجتمع من سرقات وما سرقات وأثرت على الشباب أن انقلت احترام للعالم ومشاكلها كثيرة المخدرات أففتاك بالمجتمع هذه الظاهرة السلبية التي تنتشر كالنار في الهشيم بالمجتمع السوري تتطلب عددا من الحلول والمعالجات من بينها الدور التوعوي للأهل الذين عليهم تنبيه أبنائهم لخطورتها بالإضافة إلى أهمية افتتاح مراكز استشفاء لحالات الإدمان المكتشفة مراقبة الأهالي لأبنائهم يتجي بالمرحلة الأولى وجلسات توعية مكثفة من أجل توعية الفئة الشابة خاصة الفئة الشابة وأيضا افتتاح مراكز صحية من أجل استيعاب الحالات الإدمان ومعالجتها أيضا ويأتي ذلك في وقت تؤكد تقارير دولية أن السورية أصبحت من أكبر دول العالم في إنتاج وتهريب الكبتاجون وبدعم ومشاركة أشخاص من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد